الآن كلمة معلي الدكتورة نيفين الكلاني وزيرة الثقافة فلتتفضل السادة الحضور مساء الخير تحت رعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد الدورة الرابعة الخمسين من معرض القاهرة الدولي لكتاب تحت شعار على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع وتقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل وتحل علينا المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف وقد تم اختيار الكاتب صلاح جهين شخصية المعرض والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال فلو كل الشكر وغافر التقدير على اهتمامه ببناء الإنسان ووعيه كما أتوجه بالشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تفضله بافتتاح دورة هذا العام وتأتي هذه الدورة استكمالا لمسيرة عظيمة الأثر والتأثير لمعرض القاهرة الدولي لكتاب الذي هو وجه من وجوه مصر يعكس حاضرها ويستشرف مستقبلها ويبرز روعة حضارتها إبداعا وفكرا وفنا واحتضان لكل مبدع مصري وعربي وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات على كل الأصعدة لم يقع لها مثيل من قرن أو أكثر وفي ظل بقايا تأثير الجائحة والأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم وتكتاح اقتصادية دوله تحرص مصر دائما بتوجيه ودعم وإصرار من قيادتها السياسية تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يظل معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم وبابا لثقافة العالم إلى مصر 53 دورة مضت ونجحت وتركت بصمات مضيئة بجهد مدني وإبداع فائق وبذل حقيقي لكل من شارك في الإعداد لها من قادة مسؤولي وزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب السابقين واليوم نعلن عن تفاصيل دورة المعرض الرابع والخمسين التي تأتي برعاية السيد الرئيس لتكون لها أهمية المبادرات الرئاسية الكبرى التي تدخل مصر بها الجمهورية الجديدة التي تبني الإنسان كما تبني العمران وتهتم بالتنوع الثقافي المصري وتدرك الأهمية القصوى للمعرفة والعلم ببناء الشخصية المصرية إن المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام لكن أثره وتأثيره وحركه الثقافي يظل باقياً طوال العام ليس فقط على مستوى الكتاب بل على مستوى الثقافة والوعي وبالحديث عن الوعي والهوية وهي أيضاً المبادرة الرئاسية التي ترحها سيادة الرئيس فمعرض القاهرة يأتي هذا العام ونحن نضع في وزارة الثقافة المصرية نصب أعيننا ضرورة أن تكون هذه الدورة مرتكزة على وعي مصري حقيقي وصادق وتأكيد على الهوية المصرية الأصيلة التي أبهرت العالم وعلمته الكثير معاً نقرأ نفكر نبدع هو شعار المعرض هذا العام وهو شعارنا الثقافي للجمهورية الجديدة بدأ من معاً والتي نحتاج لتطبيقها ونحرص على بقاءها فمصر تبقى خالدة ورائدة ومنارة للعالم حين فقط نكون معاً واستكمالاً لمكانة المعرض وتأثيره الثقافي الإقليمي والدولي الكبير ووصل ما يتشاهدون مصر والعالم من تحديات اقتصادية تواجه العديد من الصناعات ومنها بالطبع صناعة النشر وكتاب تأتي دورة هذا المعرض وهي تحمل بالتوازي مع البرنامج الثقافي الحافل والبرنامج الفني برنامجاً خاصاً للطفل تضم هذه الدورة برنامجاً مهنياً يعني في مقامه الأول بالنشر كصناعة ويناقش بوجود خوراء دوليين وضيوف من ناشر العالم مستقبل النشر ومشاكله وفرصه المستقبلية ولا يغفل أيضاً مكانة الملكية الفكرية التي وضعت مصر لها استراتيجية مهمة وواعدة فيضم أيضاً مؤتمراً كبيراً بمشاركة حافلة حول حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة والملكية الفكرية وإكمالاً لدور المعرض في حفظ الهوية الماثرية وثراءها ضمننا للمعرض هذا العام الدورة الثانية في مؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة ليكون المعرض مواكباً بحق لتطلعات مصر والمصريين من الجمهورية الجديدة ومتناسقاً مع ما تحتاجه مصر على الصعيد الثقافي وكيف تعرض إبداعها للعالم السيدات والسادة الأفاضل ندرك جيداً حجم تأثير الوضع الاقتصادي الذي يشهده العالم وهو بالطبع ما ينعكس على سلسلة من تدابير وإجراءات ترشيد النفقات ليس فقط في مصر وحدها بالطبع بل في أغلب دول العالم ولكننا نعي أيضاً أن الثقافة ليست ترفيهاً ولا منتجاً ثانوياً ولهذا كان حرص القيادة السياسية على إنعقاد المعرض وتوفير كافة التسهيلات من أجل الخروجي بأفضل شكل يعكس اهتمام مصر بالإنسان وثقافته وإبداعه وليبقى معرض القاهرة الدولي للكتاب بوابة ثقافية وحدثاً دولياً مؤثراً على خارطة الثقافة العالمية ونحن نتحاول تدريجياً وبدراسة متأنية وخطوات راسخة من كونه مهرجاناً ثقافياً وسوقاً كبيراً للكتاب إلى منصة احترافية ترعى وتنمي صناعة الثقافة وتفتح الأبواب وتبني جسور لتناقش همومها ومشكلاتها ومستقبلها ودورها على الأرض إن أعزم وأثمن ما تملكه مصر هو مجالها الحيوي الثقافي وأثرها الحضاري والإنساني ومعرض القاهرة الدولي للكتاب جزء لا يتجزأ من المجال الحيوي الثقافي المصري نسعى إلى تطويره بما يناسب مصار الدولة المصرية الحديثة كما نسعى إلى الحفاظ على مكانته وسط كل التحديات التي يشهد العالم ونلتزم أيضاً أن يزل حافظاً على ندواته ومنصاته وقاعاته للإبداع المصري والعربي وأن يضم بجوارها دوراً مؤثراً في تطوير صناعة النشر المصرية والتي هي واجهة للهوية المصرية وجزءاً أصيلاً من شخصيتنا الثقافية ونحن في وزارة الثقافة ندرك جيداً المصاعب التي تواجه صناعة النشر وتحديات الوضع الاقتصادي التي يعانيها الناشرون ونحاول جاهدين بصدق المساعدة وتقديم كل دعم وليس من دليل الأوقع على ذلك من الحرص على تنظيم المعرض بلا زيادات كبيرة في أسعار الأجنح على الناشرين مقارنة بمعارض كثيرة في العالم إقليمية ودولية ونحاول تذليل كل الصعاب التي تواجه صناعة النشر العربية والمصرية ونتمنى أن تكون هذه الدورة دورة مهنية مفيدة لكل ناشر مشارك بالمعرض يسعى بها هو نفسه إلى دراسة وقعية لمتغيرات الواقع الاقتصادي الثقافي وسبل التطور بسم الله نبدأ الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي لكتاب